المنجزات الحضارية في المملكة العربية السعودية عمارة الحرمين الشريفين لقد أولت حكومة المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها اهتمامها البالغ بالحرمين الشريفين توسعة وعمارة وصيانة وتظهر العناية بالمسجد النبوي من خلال عمليات التوسع المتلاحقة له ولم يمر ملك من ملوكها إلا وله يد في توسعته وعمارته فقد اعتنى الملك عبد العزيز بالمسجد النبوي عناية عظيمة وظهرت آثارها حين زار المدينة المنورة في شعبان عام 1345 من الهجرة وكذلك فعل في مكة حيث أمر بإنشاء مظلات للحرم المكي وأمر بتأسيس مصنع لكسوة الكعبة وفي عهد الملك سعود بدأ مشروع توسعة المسجد الحرام في ربيع الآخر عام 1375 من الهجرة وقد استغرقت التوسعة حوالي عشر سنوات وقد شملت التوسعة على عدة مراحل حيث تضم كل أجزاء المسجد أما في عهد الملك فيصل فقد اعتنى بتوسعة صحن الطواف وتوسعة المسجد النبوي من الجهتين الشمالية والغربية أما في عهد الملك خالد فتمت صناعة باب الكعبة وتحققت إنجازات عظيمة في عهد الملك فهد تمثلت في فرش صحن الطواف ببلاط لا تؤثر فيه حرارة الشمس وتركيب مصاعد كهربائية وغير ذلك فقد أنشئ في المدينة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف الذي تم افتتاحه عام 1405 من الهجرة وجاءت التوسعة في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز من خلال ثلاثة محاور رئيسة هي الأول هو التوسعة ذاتها للحرم المكي ليتسع بعد ذلك لمليوني مصلي والثاني الساحات الخارجية وهي تحوي دورات المياه والممرات والأنفاق والمرافق الأخرى المساندة التي تعمل على انسيابية الحركة في الدخول والخروج للمصلين أما الثالث فمنطقة الخدمات والتكييف ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وطور منطقة الجمرات أما في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز أطال الله في عمره فقد دشن التوسعة الثالثة للمسجد الحرام لتصل الطاقة الاستيعابية للحرم المكي الشريف إلى مليون وثمانمائة وخمسين ألف مصلي وتبلغ مسطحات البناء لهذه المرحلة من التوسعة مليوناً وأربعمائة وسبعين ألف متر مربع وستتضاعف الطاقة الاستيعابية للمسعى مرة ونصف المرة ليتسع لمائة وثمانية عشر ألف شخص في الساعة كما يشهد المطاف زيادة تتسع لتسعين ألف مصلي ترجمة نانسي قنقر